السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع حلقة جديدة وفيديو جديد عن النرجسية لكن قبل ما نبدأ حلقتنا لو حسيت انك استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكمان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة على طول لو كنت بتسأل عن ازاي تقدر تخلي نرجسي يشعر بالحزن والهزيمة فالحل بسيط جدا والاسهل حاجة واحدة وهي انك ما تدلوش اللي هو عايزه جوهر النرجسية يا جماعة واساسها هو انا افضل واحسن ومتفوق كمان النرجسي بيؤمن بشدة بانه افضل من اي شخص تاني ولازم يتعامل بطريقة مثالية ومميزة وده بسبب شعوره الكبير جدا بالاستحقاق وانه هو بس ليستحق كل شيء كويس ومعاملة مميزة زي ما احنا عارفين يا جماعة النرجسي ما بيعملش اي حاجة ابدا علشان يبرر معاملته السيئة او المسيئة لأي حد ولكن هو بيعتقد انه يستحق وله الحق انه يعمل ويقول اي شيء هو عايزه لمجرد انه موجود في الحياة في الحلقة دي انا هقولك ازاي تخلي النرجسي حزين ويتقلم كمان من جواه وفي نفس الوقت تقدر تحافظ على نفسك من الاساءة علشان تفهم النرجسي لازم تفهم بطريقة صحيحة ايه اللي ورا قناعه النرجسي لما تولد كان مولود شخص عادي جدا زيك وزيه وزيه اي حد تاني ولكن في وقت معين من عمره يأما اتعرض للإهمال عاطفيا او جسديا او انه اتعرض للإساءة او التفخيم والتعظيم بطريقة غير صحيحة واللي نتج عن تجربته دي كان صدمة وجرح داخلي خلى النرجسي دايما حاسس بالخجل بشكل فظيع جدا وحاسس بعدم الجدارة والرفض والتخلي عنه النرجسي حس ان الصدمة دي كانت مؤلمة قوي لدرجة انه التجاهل اللي حصل معاه ده علشان يتجنب الاعتراف بوجوده او انه حصل فعلا اللي حصل ان النرجسي قطع الاتصال مع كيانه الداخلي او ذاته الحقيقية الذات الحقيقة جماعة دي اللي بتربطنا بقوة الحقيقة وبيوفر لنا او بتوفر لنا القدرة على اننا نعيش الحقيقة بشكل انساني ومن هنا بتيجي التعاطف والرحمة والحب والود ولما النرجسي اتبرق من نفسه الحقيقية حصل جوه النرجسي ده فجوة وهو فراغ داخلي واللي خلى النرجسي يتولد جواه كمية من الكراهية والإشمئزاز والقرف من نفسه وده بسبب محاولات النرجسي انه يتخلص من المرحلة السيئة اللي في حياته واللي تعرض فيها للمعاملة بشكل غير طبيعي زي التعظيم والتفخيم أو التقليل والتهميش بشكل كسر نفسه وقلل قيمتها حتى قدام نفسه وعلشان النرجسي يقدر يتغلب على كمية الحزن والبقس والألم واليأس اللي جواه بتتضخم عنده الانا علشان يحمي نفسه من الحقيقة اللي عايزة تجنبها وهي انه انسان معيوب وعلشان يوصل لكده بدأ يبني لنفسه شخصية تانية خالص شخصية مزيفة بواقع مزيف علشان يقدر يتعايش مع اللي حواليه والشخصية المزيفة دي ما عندهاش طبعا القدرة على انها تشوف نفسها على حقيقتها اذا كانت كويسة او سيئة علشان كده اختارت التفوق والاستحقاق يكون اساس وجوده واللي خلاه ما يكونش عنده اي تحمل للمسئولية سلوكه او اخطاءه واللي بيوهم نفسه بانه مثالي وانسان كامل وما بيعملش اي خطأ المشكلة الحقيقية ان علشان الحقيقة المزيفة دي تكون موجودة وواقعية بالنسباله لازم يحصل على تأكيد بانه صح عن طريق الناس اللي حواليه ويتعامل معهم وبيتعامل معهم يعني مش كفاية ابدا ان الرجسي يصدق اللي جواه ولكن هو محتاج للناس اللي حواليه علشان يأكدوله الكلام ده ويخليه حقيق المشكلة الحقيقية ان علشان الحقيقة المزيفة دي تكون موجودة وواقعية بالنسباله لازم يحصل على تأكيد بانه صح عن طريق الناس اللي حواليه وبيتعامل معهم مش كفاية ابدا ان الرجسي يصدق الوهم اللي جواه ولكن هو محتاج للناس اللي حواليه علشان يأكدوله الكلام ده ويخليه حقيقي بالاضافة لكده ان الرجسي مش هيتسامح ابدا مع اي شخص يشكك في واقعه الغلط باي شكل من الاشكال لان ده هيكون تهديد حقيقي لأوهامه كلها اضطراب الشخصية النارجسية بلاء بيعيش فيه النارجسي والواقع الخاص به بيختلف تماما عنك وعني علشان يحافظ على وضعه النفسي لا يمكن ان النارجسي يسمح لبيت الورق الخاص به ده انه يسقط وبصرف النظر عن مقدار تجنب النارجسي لجروحه الداخلية العميقة قوي ولكن الفراغ الضخم جدا مازال موجود جواه الطريقة اللي بيحاول النارجسي يخفف بيها القلم اللي بيحس بيه ويحافظ على انه يقدر يضخم واقعه المزيف ده بيكون من خلال الامداد والغذاء النارجسي الامداد النارجسي ده هو في الاساس الاهتمام اللي بيتوجه لنارجسي واللي بيخليه حس بغروره العالي جدا واي انتباه للنارجسي بيكون مفيد جدا له سواء سلبي او ايجابي لانه بيأكد للنارجسي انه قوي ومهم جدا جدا من اهم الامثلة على الامداد النارجسي والغذاء النارجسي الاعجاب طبعا والمجاملات والمتح والفوضى اللي بيسببها كمان النرجسي الشهرة والسيطرة على الآخرين والجنس وكمان إنه يلعب دور الضحية لما النرجسي بيكون فيه اهتمام به بيكون فيه حواليه ناس بتقدم له ده ورغم كده لو حصل أي تقليل في كمية الاهتمام اللي بيحتاجها النرجسي هيبدأ يشوف نفسه ملوش قيمة أو ملوش أي تأثير وده هيخليه يبدأ يتصرف بأنه ينتقد اللي حواليه ويقلل قيمتهم ويغضب بشكل واضح وغيرها طبعا من السلوكيات الموسيقى الفضيع بيحتاج النرجسي للإمداد علشان يخفف من الألم اللي جواه ورغم كده الإمداد ده بيخفف معاناة النرجسي بشكل مؤقت مش بيعالج مشاكله النفسية أبدا النرجسيين بيعتبروا أي حد حواليهم مجرد مساعدين لهم علشان يحصلوا على الطاقة والإمداد اللي بيحتاجوا علشان يقدروا يعيشوا بالزبط كده زي مصاص الدماء احنا بتهالي قولنا الكلام ده قبل كده ولكن النرجسي مصاص للطاقة واللي بيتغز عليها من ضحياء علشان هو يقدر يعيش من المهم جدا أنك تلاحظ أن النرجسي ما عندوش أي ضمير وبيعرف كويس قوي يقدم لك كل حاجة مزيفة وبمنتهى الاحترافية ولكن كل ده بيكون غرضه وحيد هو التلاعب بيك من الطرق الشيطانية اللي بيستخدمها النرجسي علشان يقدر يحصل على إمداده من ضحيته هو أنه يسير جواه أي جروح أديمة علشان يضمن رد فعله بأشد درجة ورد الفعل اللي النرجسي بينتظره من ضحيته زي مثلا الصراخ أو البكاء أو الانهيار في النهاية وكل ده علشان النرجسي يحس ناحية نفسه بالقوة والتفوق والسيطرة على عواطفك بطريقة تخرج منك أكبر رد فعل وألمك وواجعك واللي بيدي للنرجسي أكبر كمية من الطاقة اللي بيعيش عليها النرجسي لما تيجي تفكر إزاي تقدر تخلي نرجسي حزين ويعيش في ألم فأنت محتاج لإنك تتوقف تماما عن إنك تغذيه أو تغذيته لحد ما يموت من الجوع للإمداد لحد ما يلاقي إنه مفيش قدامه غير اختيار واحد وهو إنه يدور على إمداده ده من مكان تاني حرمان النرجسي من الاهتمام زي ما احنا عارفين النرجسي بيتحسن جدا وبيكون في أفضل حالاته من خلال الاهتمام لإنه بيعتبر شريان الحياة بنسباله الاهتمام الإيجابي بالنرجسي هو لما الناس تغرقوا بالإعجاب والمجاملات ويكونوا مركزين جدا عليه ولما يكون بيتكلم عن نفسه بيكون حاس إنه مركز الكون أما الاهتمام السلبي بيكون على شكل فوضى ومشاكل والنرجسي بيحب ده جدا النوع ده جدا من الاهتمام بنفس الدرجة لإنه بيخليه يحس بقوة رهيبة بشكل لا يصدق لما بيكون النرجسي قادر إنه يتسبب في ردود فعل عاطفية للآخرين فلازم يكون مهم جدا ومحل اهتمام الكل بيحس النرجسي إنه عايش وبيأكد له اللي بيحصل ده بيأكد له وجوده لما النرجسي بيتحرم من الاهتمام أو إنه يقل لناحيته بيبدأ يعمل مشاكل ويبدأ يخلق مشكلة من العدم لإنه ما بيقدرش يتحمل إنه يغرق في نفسه مرة تانية لإنه بيفتكر قيمته الحقيقية وكرهه لنفسه علشان كده في لحظة هتلاقي النرجسي بيانفجر ويبدأ يرمي كل الحاجات اللي مش عايز يحس بيها على أي حد تاني واللي بيكون نتيجة اللي بيعمله ده إنه ضحيته تبدأ تركز عليه وتبدأ تمنعه الاهتمام اللي كانت حرم منه أو اللي قال لناحيته طريقة رهيبة جدا لإصابة النرجسي بالحزن والألم إنك ما تدلوش ولا زرة اهتمام مفيش مجملات مفيش إعجاب بيه مفيش أي ردود أفعال ناحية أي تصرفات يعملها طريقة الصخور الرمضية جماعة أفضل طريقة علشان تتوقف عن إنك تدي للنرجسي أي اهتمام في حالة لو كنت لسه مضطر إنك تتعامل معاه بأي شكل طبعا وهي طريقة الصخور الرمضية ودي الطريقة اللي انت بتكون فيها ممل ومفيش منك أي حاجة تخلي النرجسي ينجذب ليك أو إنه يهتم بيك لدرجة إن النرجسي هيحس نحيتك حرفيا بالمل ومش هيقدر أبدا إنه يطلع منك أي رد فعل وهيكون مضطر في النهاية إنه يدور على حد تاني غيرك علشان يحصل منه على الإمداد اللي هو عايزه وهو ردود فعلا وده مش معناه إنه خلاص هيسيبك للأبد ولكن من الممكن للنرجسي إنه يحاول العودة مرة تانية علشان يحاول ينفذ اللي مقدرش يعمل معاك في الأول وهو تحطيمك وتدميرك تماما طريقة كمان يا جماعة وهي طريقة وضع الحدود النرجسي بيحتقر حدود الآخرين وبيعتقد إن كل القواعد والقوانين اللي على كوكب الأرض دي ما بتنطبقش عليه بسبب إحساسه بإنه مركز الكون وهو فوق كل البشر فبيعتقد إن القواعد والقوانين دي لأي حد غيره الطريقة الوحيدة لإنك تقطع أي تواصل بينك وبين النرجسي إنك تتمسك بالحدود وما تسمحلوش أبدا إنه يتجاوزها النرجسي يا جماعة متعود إنه يتلعب بطريقته بالناس بطريقة تخليهم يتخلوا عن حدودهم دي من خلال إنه يخليك تستسلم له تماما وتمشي بالطريقة اللي هو عايزها وبيفرضها عليك ما تتوقعش أبدا أي احترام من شخص النرجسي خصوصا ناحية أي حاجة متعلقة باحتياجاتك أو حدودك وهيعمل للنرجسي كل اللي في وسعه علشان يتغلب عليك وعلى حدودك لإن دي بالنسبة له إثبات لقوته وسيطرته بيقدر النرجسي إنه يخترق حدودك عن طريق إنه يتلاعب بيك وبعقلك ويغير الأحداث بطريقة كلها كدب وتلاعب وكمان عن طريق إنه يحسسك بالزنب دايما واستغلال تعاطفك معاه ضدك كمان بيستخدم النرجسي طريقة إنه ممكن يتبلع عليك بالتهمات كدب وغير حقيقية عنك وبيرمي بالتهمات ملياش أي أساس عليك علشان كده من السهل جدا إنك تقدر تعرف سبب إن النرجسي ما بيقدرش يعيش الحياة بطبيعية زي باقي الناس ولما بيعامل النرجسي اللي حواليه بالطريقة الفضيعة دي بيميل الناس طبعا لإن هما يرضخوا للنرجسي خوفا من ردود أفعاله وتصرفاته المسيئة ناحيتهم وبالرغم من كل ده فلو إنت ركزت على شفائك من صدمتك بتلاقي إن الخوف من اللي ممكن النرجسي يعمله معاك هيبدأ يختفي وده بشرط إنك تكون بقيت أقوى من داخل نفسك حتى لو النرجسي حاول إنه يهددك مثلا لما بتكون في موقف حب نفسك بدلا من الخوف بتلاقي إن مهما عمل النرجسي معاك وانفجر فيك بالغضب كالعادة كل ده مش هيأثر فيك أبدا علشان تقدر تصيب النرجسي بالحزن والألم لازم تضع الحدود عن طريق حب نفسك وتقويتها ولو قدرت تعمل كده النرجسي حرفيا هيحترق من الداخل الحاجة اللي بعد كده يا جماعة وهي إنك تستخدم كلمة لا بعد موضوع وضع الحدود النرجسي ما بيحبش أبدا كلمة لا كلمة لا دي يا جماعة موجودة في قاموس النرجسي بس علشان يستخدمها معاك مش علشان شخص تاني يستخدمها النرجسي متعود على إن أي شخص يحاسب على تصرفاته معاه وينحني لإرادته وكل ده لإنه بيعتبر نفسه بمثابة إله وبيستحق العبادة كمان أقوى طريقة بجد لما بيكون الموضوع مرتبط بإنك تخلي النرجسي حزين وتقلمه هي إنك ما تجريش واقع المزيف يعني تحاول تتعود على إنك تقول لا بدون حتى ما تحاول تشرح ليه أو تدافع عن نفسك بالنسبة لموضوع وضع الحدود حدودك يعني لازم تمشي بطريقتك أنت مش بتعليمات النرجسي أبدا على الرغم من إن النرجسي عنده استعداد إنه يعمل معاك أي أسلوب تلاعب في قاموسه علشان يقدر ينجح في التلاعب بيك والسيطرة عليك ولكن كل ما بتكون قوي في قراراتك كل ما بيزيد جنون النرجسي حاجة لبعد كده يا جماعة لازم تتأكد إنك تصر على هزيمة النرجسي النرجسي يا جماعة هو أسوأ إنسان خسران في الدنيا غروره دايما بيهمس في ودنه بإنه لازم يفوز في كل حاجة علشان يحافظ على عرشه وعلاو على ده بيحق للنرجسي تماما وما بيقدرش أبدا إنه يفهم إنه إنه في شخص تاني أفضل منه في أي شيء يعني ببساطة شديدة هو الأفضل عقد التفوق النرجسي دي بتفلت منه وبتضيع لما بيكون في وضع بيسمح له بالتنافس وجها لوجه مع شخص تاني في أي شيء لأن النرجسي بيموت جدا في المنافسة حتى لو وصل به إنه يتنافس معاك في حاجات بتحس ناحيتها إنها مش مستهلة أبدا المنافسة النرجسي يا جماعة ممكن يحس بالمنافسة في حاجات زي مين اللي عنده أفضل أسرة أو أفضل أولاد وهو الغني ولا لأ ومين عنده بيت أكبر ومين عنده أكبر قدر من التفاعل على بستاته في وسائل التواصل الاجتماعي يعني حاجات غريبة جدا في النرجسي علشان تخلي النرجسي حزين وبيتقلم لازم تتغلب عليه في حاجة معينة سواء كانت الحاجة دي لعبة أو هواية أو وضع اجتماعي أو نجاح مالي أو المظهر أو الشهرة أو حتى صروة مادية أي حاجة هتعملها أفضل من النرجسي حتى ولو كانت حاجة بسيطة هتخلي النرجسي يكره نفسه ويشعر بمنتهى الألم لما النرجسي بيحس أنه بيخسر بيبدأ يقلل من قيمة الشخص الآخر وبيستخف بيه ويتظاهر بأنه ما عملش حاجة وبيقلل من إنجازاته ونجاحاته وبيغضب بشكل واضح وبيشكك في أي حاجة كانت سبب في نجاح الشخص ده النرجسي مش ممكن أبدا يا جماعة يتقبل الخسارة على أي مستوى لأن ده بيتعارض مع واقعه بالكامل والمتمثل في أنه مميز ومثالي جدا لما النرجسي بيعترف بالهزيمة بيكون بيعترف فعليا بأنه نفسه وشخصيته المزيفة دي مش حقيقية بالكامل وده مصير أسوأ عند النرجسي من الموت النرجسي طول علاقتك به كان بيخليك تحس دايما أنك محتاج له وأن أنت ولا حاجة من غيره ورغم كده فالحقيقة عكس ده تماما لما بتتخلص من النرجسي حياتك بتاخد شكل تاني خالص وبتلاقي فرص كتير للنجاح في حياتك وبتعرف وقتها أن النرجسي بوجوده في حياتك كان بينزلك لمستوى مش بتاعك خالص وبيوقفك عن التقدم وكل الحاجات الجميلة اللي ممكن تجي لك أو أن أنت تحصل عليها مش هتبقى ممكنة أبدا طول ما في شخص نرجسي موجود في حياتك طول ما في شخص سام بيمتصك وبيتغذى على طاقتك مش هتقدر تنجح أبدا في حياتك طريقة كمان يا جماعة مهمة جدا وهي طريقة قطع الاتصال النرجسي بيعتقد دايما أنه إذا قدر يعملك قصف حب وقدر يسيطر عليك عن طريقها فبيعتقد أنك بقيت ملكه خلاص للأبد حتى لو النرجسي اتجاه لك فعمره ما هيشوف أنك ضيعت منه للأبد هو يا دوب وضعك على رف بصفة مؤقتة لاستخدامك مرة تانية بعدين أما لو أنت اللي قمت بعملية قطع الاتصال تماما وللأبد دي بتكون طريقة رهيبة جدا على نرجسي تخليه يشعر بالحزن والرهيب جدا والألم اللي ما بيقدرش يتحمله النرجسي بيعتقد دايما أنه قادر على التلاعب بيك علشان تسمح له بالعودة لحياتك مرة تانية وده مش معناه أن سلوكه هيتغير ولا حاجة أو أنه اتعلم درس من قطع الاتصال ده ولكن الحقيقة أنك لو سمحت للنرجسي بالعودة لحياتك مرة تانية هيعقبك بشكل أفضع وأشد على جرؤيتك أنك قررت تبعد عنه أو تفكر تسيبه أما الوقت اللي أنت بتبقى فيه غير قابل للكسر واقصد هنا عدم الاتصال وأنك خلاص خرقت أو خرقت النرجسي من حياتك ومن دايرة اهتمامك خالص ده بيكون الوقت اللي بيتصاب فيه النرجسي بالفزع بسبب أنه فقد السيطرة الكاملة عليك رفضك لمحاولات النرجسي اللي استعادتك هتسبب له كمية جنون اللي أنت تتخيلها طريقة اللي بعد كده جماعة طريقة أنك تخلي النرجسي ملوش صلة بك نهائي النرجسي دايماً محتاج للاهتمام والتأكيد عليه وبيحتاج دايماً أن الآخرين يركزوا عليه باستمرار علشان يحس بالجدارة والقوة وزي ما قلنا النرجسي ما بيهموش إذا كان الاهتمام ده إيجابي أو سلبي في الحالتين بيكون في صالحه طالما هو بيحتل مساحة من رأسك وعقلك وتفكيرك باستمرار هو كده بيضمن أنه يحصل منك على الإمداد المستمر الطريقة الصح بشكل ما فيه الشك فيها علشان تخلي النرجسي حزين ويتقلم هو أنك تخليك ملوش صلة بيك أبداً أو بعالمك وبحياتك وملوش أي تأثير على خصوصياتك أسوأ كابوس للنرجسي أنه يحس أنه ملوش أي تأثير عليك أو على حياتك وده هيحصل بشكل طبيعي جداً لما تتوقف تماماً عن الاهتمام بأي سلوك يخص النرجسي وتبدأ تحول التركيز ده على نفسك أنت لما بتسحب نفسك وطاقتك من إيد النرجسي من الممكن أنه يحاول يهجمك بشدة من خلال محاولة إعادتك لدورة الإساءة مرة تانية النرجسي من غير اهتمامك وانتباهك وطاقتك في الحياة بيكون ملوش أي لازمة ولا أهمية وما بيكونش قدامه في الوقت ده غير أنه يدور على شخص تاني غيرك يحاول يتلعب به ويمارس معاه إساءاته طريقة ساعتك ونجاحك شيء غريب جداً لما النرجسي بيعتقد أنه سبب في نجاح وسعادة الآخرين بتلاقيه دايماً يقولك مش ممكن هتكون أي شيء من غيري أو أن يقولك أنا السبب في كل اللي انت في ده والحقيقة يا جماعة هي العكس تماماً لسبب بسيط جداً أنك لما بيكون في شخص نرجسي في حياتك بيتم استنزاف طاقتك وحياتك وبيعطل أي تحرك منك في اتجاه النجاح بيدمر قيمتك الذاتية ومع كل ده بمجرد ما النرجسي بيختفي من حياتك بتلاقي طاقة ملهاش حدود وقوتك وسيقتك بنفسك لأنك تحقق كل اللي كنت بتحلم به قبل كده طريقة قوية جداً علشان تخلي النرجسي حزين وبيتقلم هي أنك تتقدم في حياتك وأنك تنجح وتكون سعيد في كل حاجة تقرر أنك تعملها النرجسي يا جماعة ما بيقدرش يتحمل ده أبداً لأنه عارف من جواه أنه محتاج لك جداً علشان هو يقدر يعيه وعلشان كده النرجسي بيكون متضايق منك جداً من غير أي اتصال مع النرجسي مش ممكن هيقدر يحس بالسعادة اللي أنت ممكن تحسها ومش ممكن هيقدر ينجح بشكل حقيقي أبداً لأنه من جواه فاضي وما عندوش أي حاجة حقيقية يقدر يقدمها الحاجة اللي بعد كده يا جماعة وهي أنك تحمل النرجسي عواقب ومسئولية تصرفاته النرجسي يا جماعة ما بيحبش أبداً أنه يتحط في أفص أو أنه يتحاسب بأي شكل من الأشكال هو ما بيلتزمش بقواعد بيحب دايماً هو يحط القواعد اللي بتعجبه وبيغيرها باستمرار كمان حسب أهدافه المتغيرة باستمرار لو عايز تخلي النرجسي في منتهى الحزن والألم حمله مسئولية تصرفاته النرجسي هيحاول يرهقك ويعملك بطريقة الجاس لايتنج أو التشكيك في عقلك علشان يقدر يتخلص من المسئولية اللي بتوجهه ولكن مفروض عليك أنك ما تتهونش وما تضعفش قدامه وعلى فكرة المقصود هنا مش أنك تحاسب النرجسي أو تعاقبه على تصرفاته ولكن أنك تحس بقيمة نفسك وقوتك علشان تظهر له أنك مش ممكن هتضحي بنفسك علشان هو يمارس ألعابه معاك زي مثلاً إزاي تقدر تحمله يعني مسئولية تصرفاته لو لقيته مثلاً مستمر في أنه بيتكلم معاك بطريقة مش محترمة تبعد عنه أو تقفل الاتصال لو كان الكلام ده في التليفون أو لو حسيت منه أنه مش جدير بالعلاقة الطبيعية سواء كانت صداقة أو أي مسامة من العلاقات فأنت هتفضل أنك تبعد عنه تماماً النرجس يا جماعة ما بيتصورش أبداً أنه فيه خطأ في سلوكه لأنه بيفتقر تماماً للضمير والتعاطف علشان يفهم اللي أنت بتحس به جوه عالم النرجسي كل حاجة بتدور حواليه وبالتالي الهدف النهائي هو دايماً أنه يحصل على اللي هو عايزه بغض النظر تماماً عنك أنت أو عن أي شخص تاني وفي النهائة جماعة الناس بالنسباله مجرد أدوات بيستخدمها النرجسي للحصول على كل احتياجاته الحاجة اللي بعد كده يا جماعة أنك تحاول تستخدم الحقائق الحاجات الحقيقية خلينا نكون صدقين النرجسي ما بيتعاملش أبداً مع الحقائق وبيأسس وجوده بالكامل من خلال الأكاذيب والخداع هتلاحظ كتير قوي لما تتكلم مع النرجسي أنه بيقضي وقت طويل جداً في أنه يرسم صوره وبينسج ونسخ خاصة به هو من الأحداث وبيقنع الناس بيها وبيكون كل غرضه من ده أنه يتسبب لك في الارتباك جوا نفسك لعبة النرجسي يا جماعة بالكامل مبنية على الوهم ومفيش أي شيء صادق فيها طريقة فضيعة جداً للنرجسي علشان تخليه يحس بالحزن والألم أنك توجهه وتستخدم الحقائق اللي ما بيقدرش ينكرها لما بتتعامل مع النرجسي بحقائق ما فيهاش فرصة للتحريف أو التشكيك فيها بينهار حرفياً لأنه ما بيعرفش يتعامل مع العالم ده وبيتحول وقتها لنوبات من الغضب بسبب عجزه عن أنه يشكك في الحقائق اللي أنت واجهته بها دي حاجة كمان مهمة جداً يا جماعة اللي أنت ممكن تستخدمها مع النرجسي وهي أنك على الرغم من اللي بيكون ظاهر يا جماعة النرجسي بيتمتع بذات هشة جداً بشكل اللي لا يمكن أنت بتتصوره وكمان واقعه الغلط بيفرض عليه أنه يتبصله على أنه الأفضل وأنه أكتر مثالية وأكتر كل حاجة الاستهزاء بالنرجسي يا جماعة بشكل علني ده بيكون أمر مهين جداً له وبيسبب للنرجسي إصابة رهيبة وجرح عميق جداً ما تتوقعش أبداً أن النرجسي يتعامل مع الإزلال ده باستخفاف ولكن من الممكن أنه ينتقد الآخرين أو يقلل من قيمتهم أو يحاول يعمل مشهد وسيناريو تاني خالص أو أنه يصخر منهم ومع ده فهو في الغالب بيغضب جداً ويبدأ يحاول أنه يعقبك بعد اللي حصل انتقاماً منك دي كانت حلقة النهاردة يا جماعة أتمنى تكونوا استفادتم بيها وما كنتش طولت عليكم أنا عارف الفيديو طويل للنهاردة بس أنا آسف بشكركم جماعة إن شاء الله نتقابل الحلقة الجاية شكراً سلام عليكم ورحمة الله وبركاته